السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا ثالث؟ اليوم يا ميس رح نحل أسئلة المراجعة اللي هي صفحة 109 الرجاء فتح الكتاب صفحة 109 وكوني محضر لي يلا ماكن معاك عشان نقرأ السؤال ونحله مع بعض السؤال الأول أرسم دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي واحد وحدة القياس الأنسب لقياس ارتفاع منزلا بدي أقيس ارتفاع المنزل ارتفاعه الوحدة الأنسب اللي هي كيلو متر كيلو متر اثنان وحدة القياس الأنسب لقياس طول عمودي كهرباء العمودي الكهرباء ايش وحدة القياس المناسب إله لقياس طوله ايش اللي هي ايش يا ثالث متر طيب سؤال ثلاثة عدد الأيام في ثلاث أسابيع ركز لي على هذا السؤال كثير منيح انتبه معي هاي السؤال اللي هو ثلاث صفحة مية وتسعة بده عدد الأيام أول إشي بحدد ثلاث أسابيع طيب أنا شو بحكي كل أسبوع في سبع أيام وكم من حدد لكم من أسبوع ثلاثة معناته سبعة هاي الأسبوع الأول زائد سبعة وتساوي سبعة الأسبوع الأول الثاني الثاني سبعة زائد سبعة كم أربعة عشر زائد سبعة أربعة أضعش خمسة أعش ستعش سبعة أعش تمنتعش تسعة أعش عشرين واحد وعشرين يوما برجع بتأكد كمان مرة عشان تأكد من الإجابة معناته واحد وعشرين هاي عندي الخيارات واحد وعشرين يوما أربعة عشر يوم اللي هي أسبوعين فمانية عشرين يوما اللي هي أربعة معناته الإجابة رقم ألف طيب وشدة القياس الأنسب لقياس مدة الحصة الصفية الحصة كم بتكون بالدقائق ولا بالساعات ولا بالأيام كم بتكون مدة الحصة اليومية اللي هي دقيقة خمسة أربعين دقيقة زي من العرف أو أربعون دقيقة طيب سؤال خمسة أكبر الحيوانات الآتية كتلة اللي هي وزن الفيل ولا الخاروف ولا الحصان وإيش اللي أكبر هو وزن الفيل أكبر من الخاروف وأكبر من الحصان ستة وحدة القياس الأنسب لقياس سعة خزان ما مدام بتدو السعة معناته إيش وحدة قياس سلتر آي إجابة رقم جين اللي هي لترة ساعة وربع تساء طيب هون سؤال سبعة الساعة وربع تمام هل الساعة كم فيها ستين دقيقة والربع ربع ساعة كم خمسة عشر معناته بدي أجمع الستين مع الخمسة عشر دقيقة خمسة سبعة معناته خمسة وسبعون دقيقة خمسة وسبعون دقيقة هاي الإجابة رقم با طيب هلا ركز معي بالسؤال رقم اثنان السؤال رقم اثنان صفحة مية وعشرة اثنان فتح طريق زراعي طوله عشرين كيلو متر عشرين كيلو متر وتم تعبيد الف ومئتان متر منه في المرحلة الاولى كم مترا من الطريق بقيته دون تعبيد هلا سؤال اثنين وثلاث واربعة هون بدنا نستخدم استراتيجية ايش استراتيجية تحل المسألة اللي زي ما تعودنا عليها يا ثالث اول علشان نحل الاسألة شو لازم نعمل خطوة الاولى افهموا ايش هي افهموا بعد ما افهم اللي بدي احدد المعطيات والمطلوب وخططه بدي اخطط بناء على المطلوب انا اللي اعطاني بدي اخطط ايش بدي اعمل بالمسألة بعد ما اخطط بدي انفذ لايش خططت وبعدين ايش فتحق طيب اول اشي انا بدي افهم المسألة المعطيات فتحة طريق زراعي طوله اللي هو عشرين كيلو عفوا عشرين كيلو مترا هك تمام تم تم تعبيد عفوا 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 هاي سؤال اثنان صفحة مية وعشرة ركز معي يا ثالث هلا انا بدي اخطط بدي اخطط بدي اشوف المطلوب كم مترا من الطريق يعني هم ايش هذا الشارع كان طوله كم عشرين كيلو متر هم قاموا بتعبيد الف ومتين متر بنا ننتبه لوحدات القياس تمام كم مترا حدد كم مترا بقي دون تعبير انا هون بدي ايش اطلع بالمترا هون رح احول من كيلو متر الى ايش الى امتار طيب عشرين كيلو متر هلا الواحد واحد كيلو متر تساوي كم الف متر معناته العشرين كيلو متر كم بتتكون عشرين الف هاي عشرين الف ايش متر عشرين كيلو متر انا حولتها لأمتار عشرين الف متر تمام هلا انا بدي اخطط معناته بدي اطرح من خلال مسألة مبين بدي اطرح طيب مدام حولت مدام حولتها بطرح عشرين هاي بدي اكتبها بالاحمر عشان تبين عشرين الف متر بدي اطرحها من الالف ومتين متر لانه المطلوب ايش بكم مترا بقي هاي صفر ناقص صفر 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 ناقص صفر 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 ناقص صفر صفر ناقص صفر عشرة ناقص اثنين ثمانية وتسعة ناقص واحد تسعة ناقص اللي هي عشرة ناقص اثنين ثمانية وتسعة ناقص واحد ثمانية طيب طلي عندي الناتج هاي بدي ارجع اطرحلكم اياها هاي اللي هي ونفذ عشرين الف ناقص اللي الف ومتين صفر ناقص صفر صفر ناقص صفر هون عشرة تمام عشرة ناقص اثنين كم ثمانية تسعة ناقص واحد ثمانية واحد ناقص صفر واحد بقي ثمانية عشرة الف وثمان مئة مت را اللي لسه ما تعبدوا ماشي مقام ما قاموا بتعبيد عشان اتحقق بدي اشوف انا بدي اتحقق من حلي ثمانطعشر الف ثمانطعشر الف ثمانمية زائد تحقق بالطريح ايش في الجمع الف ومتين صفر صفر زائد صفر صفر ثمانية زائد اتنين عشرة واحد بليل واحد زائد ثمانية تسعة وتسعة زائد واحد عشرة هاي هاي عشرين الف معنات الحل ايش صحيح هاي خطوة اتحقق وهاي انفذ اذا يا ثالث حولنا من الكيلو متر الى المتر لانه المطلوب كمن مترا بقيا تمام ان شاء الله تكونوا فهمتوها طيب خلينا نشوف سؤال ثلاث سؤال ثلاث اذا كان ثمن الكيلوغرام من الارز تسعين قرشا الواحد كيلوغرام تسعين قرشا هاي اللي هي الخطوات اللي هي بدي افهم انا ما رح اكتب لكم ايام رح نكون شبه اذا ثمن الكيلوغرام الواحد من الارز كم تسعين قرشا كم دينارا هو اشترى عشرة كيلوغرام اشترى حكا انه بدي عشرة كيلوغرام وحكا له سعر الكيلو تسعين قرشا هو كم دفع كم دفع لسعر العشرة كيلو تمام طبعا طلع علي ثالث بدي اشوف العشرة كيلو هاي عشان افهم اذا ثمن كيلو الارز الكيلو غرام من الارز كم سعره تسعين قرشا بدي اعرف كم دينارا ثمن عشرة كيلو غرامات تمام هلا في خطوتين هاي كيلو كيلو بعشرة وبدي واحسنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تسعين زائد تسعين زائد تسعين زائد تسعين بدي أجمع تسعين عشر مرات أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تمام وفي كمان الطريقة الثانية اللي هي تسعين قرش بدي أضربها بالعشرة كيلو الأصفار شمالها بتنزل وتسعة وتسعة ضرب واحد تسع ايش تسع ايش تسع ضرب واحد إذن تسعمية ايش قرش معناته تسع دنا نير ثمن العشرة كيلو تسع دنا نير ثمن العشرة كيلو من الأرض هل سؤال أربعة رح يكون واجب عليك يا ثالث وبتبعث لي يا علوات أو رح يكون جزء من علامة المشاركة سؤال أربعة تمام طيب خلينا نقرأ سؤال خمسة بدأ مزارع العمل في أرضه عند الساعة السادسة صباحا هاي أنا بدي أرسم عقرب الساعة تمام بدأ بعمله هاي على الساعة سادسة تماما صباحا هون بدأ في عمله تمام بعد وأنهى بعد أربع ساعات ونص خلينا نص خلينا نشوف العقرب لما ماشى بعد أربع ساعات نص أشوف وين كان ساعة ستة للسابعة هاي ساعة من السبعة للثمانية هاي ساعتين من الثمانية للتسعة هاي ثلاث ساعات من التسعة للعشرة هاي أربع ساعات ونصف معناته كانت الساعة العاشرة ووين والنصف هاي أنهى عمله إذن من الستة للسبعة من السبعة للثمانية من الثمانية للتسعة من التسعة للعشرة إذن أنهى عند الساعة العاشرة ونص الساعة العاشرة ونص تمام سؤال ستة أصل بين العبارة ووحدة القياس التي تناسبها فيما يأتي عندي حوض السمك ساعة حوض السمك مدام هنا شفت كلمة الساعة معناته إيش بتتكون وحدة القياس المناسبة لها اللي هي إيش اللتر كتلة الطاولة الكتلة إيش لكيلوغرام أو غرام كتلة الطاولة بتتكون معنات غرام ولا كيلوغرام كيلوغرام مدة فصل الربيع فصل الربيع بيكون بالأيام ولا بالسنوات ولا بالأشهر اللي هي شهر المسافة بين المدينتين اللي هي عمان والعقبة بتتكون يا كيلو متر أو متر أو سنتيمتر أو ملي متر بتتكون اللي هي كيلو متر سمك الدفتر اللي هي سمكه أوكي سمكه ايش كون ملي متر زمن الصوم في اليوم الواحد باليوم زمن كم نصوم بالأيام ولا بالأشهر باليوم باليوم الواحد ساعات عمر الإنسان عمره اللي هي ايش سنة تمام وهيك يا ثالث منكون ختمنا مادة الرياضيات وإن شاء الله رح نقوم بمراجعة المادة من خلال أراق العمل والواجبات فبتمنى لكم إن شاء الله إن شاء الله يكون فصل كان خفيف عليكم إن شاء الله ما نشوفكم يا رب الفصل الجاء يا ربي أحسن حال وكل عام وتم خير ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله تكون استفدتم مني بالمادة إن شاء الله تكونوا فهمتوها إن شاء الله يا رب ويعطيكم ألف عافية